السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابنا طلاب الصف السادس في حلقة جديدة من حلقات السكولة التي نأخذ فيها النهاردة ان شاء الله درس جديد من دروس الصف السادس في الرياضيات سنتحدث عن مساحة الدائرة عرفنا السنة التي فاتت في سنة 5 محيط الدائرة وعرفنا أن محيط الدائرة يساوي طه في طول القطر أو 2 طه نق سنتحدث عن مساحة الدائرة ونقول أن مساحة الدائرة تساوي طه نق أو ممكن نقتصرها إلى طه في نق وعرفنا أن الطه قيمة سابتة اللي هي بتساوي 22 على 7 أو 3 و 14 من 100 وتعالوا معنا دلوقتي نروح نشوف المسائل بتاعتنا نبدأ مع بعض ياولاد نتكلم عن مساحة الدائرة أول حاجة نتكلم فيها عن مساحة الدائرة عن القطاع الدائري لما بنجي نعرف القطاع الدائري ياولاد بنقول أن القطاع الدائري هو جزء من سطح الدائرة محصور بين نصفي قطرين وقوس جزء من سطح الدائرة محصور بين نصفي قطرين وقوس يعني لو جينا نشوف على الرسمي الكلام دو الجزء اللي احنا مظللينه بالأحمر دو ياولاد هو ده اللي احنا بنقول عليه قطاع دائري لو بصينا هنلاقيه محصور هنا بين نصفين قطرين نصف قطر الاولاني اللي هو ميم الف ونصف القطر التاني اللي هو ميم با وهنبص هنا هنلاقي القص عندنا هو الف با القص عندنا اللي هو الف با يبقى الجزء اللي بالأحمر ده يا ولاد احنا اللي بنسميه قطاع دائري بنعرف القطاع الدائري التاني بنقول هو جزء من سطح الدائرة محصور بين نصفين قطرين وقص وتعالوا بروح نشوف المسائل بتاعتنا اول مسألة عندنا هنا ولاد بنقول دائرة طول قطرها 14 سنتي بقداني هنا القطرة عندي 14 سنتي اخلوب مني ان انا احسب مساحة السطح بتاع الدائرة علما بقى عندنا بـ 22 على 7 احنا عارفين ان مساحة الدائرة بنقول القانون بتاعنا مساحة الدائرة بتساوي طه نق تربيع طه نق تربيع او ممكن اختصرها اللي هي طه في نق طه في نق طيب لو جينا نبص هنا اولاد عندنا هنلاقي ان طه بتساوي 22 على 7 22 على 7 فيه نق عندنا هنا بكام يا ولاد هو ادني القطر كله بـ 14 يبقى انا هقسم القطر على 2 عشان اطلع نص القطر بتاعي 14 على الاتنين اللي هي بتساوي 7 يبقى هقول 22 على 7 فيه نق في نق يعني في 7 7 يطلع ناتج عندنا هنا 154 ومنساش التمييز بتاعي انا بتكلم في مساحة يبقى التمييز عند لازم يكون مربع فيطلع 154 سنتيمتر مربع نروح نشوف مسألة تانية المسألة عندنا هنا بنقول يا ولاد في الشكل المقابل دائرة ميم طول نصف قطرها 3 و 5 من 10 سنتي قسمت الى 4 قطاعات دائرية مهم جدا قوي ان انا شوف حتة 4 قطاعات دي هي اللي هتحلل المسألة قسمت الى 4 قطاعات دائرية متساوية احسب مساحة سطح القطاع الواحد يبقى الدائرة اللي قدامي دائرة انا مقسمها الى 4 قطاعات مطلوب مني ان انا اجيب القطاع الواحد فيهم مساحة تؤديها عشان اقدر اجيب مساحة القطاع الواحد لازم اجيب مساحة الدائرة كلها لازم اجيب مساحة الدائرة كلها عرفنا مع بعض ان مساحة الدائرة القانون بتاعنا برضو لازم نكتبه مساحة الدائرة تساوي ط فنق فنق ط فنق طيب طه عندنا هنا ولاد في المسألة 22 على ساعة فيه قال لن طول نصف قطرها اهو مديني نق جاهزة 기억ة في المسألة بتلاتة وخمسة من عشر يبقى هقول هنا تلاتة وخمسة من عشرة في تلاتة وخمسة من عشرة طيب انا هضرب 22 على سبعة هيطلع الناتج مندي ثمانية وتلاتين وخمسة من عشرة سنتيمتر مربع كده أنا طلعت يا أولاد مساحة الدايرة كلها طب أنا الدايرة عندي متقسمة لكم قطاع الأربع قطاعات متساوية أربع قطاعات والأربع قطاعات كلهم إيه متساوية لو أنا عايز أجيب مساحة القطاع الواحد هأسم المساحة اللي عندي قطاع الدايرة دي كلها يا أولاد على كم على أربعة يبقى هقول مساحة القطاع الواحد بيساوي هقسم ثمانية وتلاتين وخمسة من عشرة على أربعة ايش معنا على أربعة أولاد؟ لأن الدائرة عندي متقسمة إلى أربعة قطاعات يطلع الناتج عندي تسعة وستمية خمسة وعشرين من ألف سنتيمتر مربع تسعة وستمية خمسة وعشرين من ألف سنتيمتر مربع ده كده مساحة القطاع الواحد نروح نشوف مسألة تانية المسألة اللي قدامنا هنا أولاد بيقول لنا في الشكل المقابل ألف بهجيم ده المستطيل طوله 12 سنتيمتر وعرضه 7 سنتيمتر يبقى مدين المستطيل طوله وعرضه احسب مساحة الجزء المظلل اللي احنا ملونينه هنا باللون اللي ازرق وبعتبر هنا النطاة يا أولاد عندي اللي هي بغاية بتساوي 22 على 7 لما بيجي لنا مسألة دي كده أولاد نحن بحلها في ثلاث خطوات ثلاث خطوات أول حاجة أنا هجيب مساحة الشكل منبرر يعني هجيب مساحة المستطيل وبعد كده هجيب مساحة الدايرة وعشان هجيب مساحة الجزء المظلل هطرح المساحتين من بعض تاني أول حاجة عندنا هنجيب مساحة المستطيل واحنا عارفين يا أولاد ان مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض يبا لما هنقول الطول في العرض معناها ان انا هضرب هنا كام يا أولاد الطول 12 هضربه في 7 12 في 7 يعني هيساوي 12 في 7 طبعا 12 في 7 اللي هي 84 سنتيمتر مربع ده كده مساحة المستطيل تاني حاجة يا أولاد أخش بقى جوه أجيب مساحة الدائرة مساحة الدائرة طبعا اردت ان مساحة الدائرة بتساوي طب نق تربيع طب طب طه موجودة خلاص 22 على 7 يا أولاد اهي طه موجودة عندي 22 على 7 طب نق هجيبها منين لو بصينا على الدائرة هنا يا أولاد وش بصينا عليها من جوه هنبص انه لو انا وصلت الجزء ده كده هيكون الجزء ده هو القطر بتاع الدائرة طب ما قطر الدائرة هنا أولاد هو هو عرض المستطيل وعرض المستطيل 7 يبقى طول قطر الدائرة هيساوي 7 سنتيمتر طيب لما القطر عندي ب7 يبقى نق بكام هقسم السبعة على 2 يطلع نق عندي 3.5 اللي هي 3.5 من 10 يبقى هطلع مساحة الدائرة اللي هي طب في نق في نق يعني هقول 22 على 7 22 على 7 في نق قولنا 3.5 من 10 في 3.5 من 10 هيطلع الناتج عندنا هنا يا أولاد 38.5 من 10 38.5 من 10 سنتيمتر مربع كده احنا طلعنا مساحة المستطيل ومساحة الدائرة مطلوب مني بقى انا اطلع مساحة الجزء المزلل قولنا بنجيب مساحة الجزء المزلل ازاي يا أولاد ان انا هطرح المساحتين من بعض مساحة المستطيل اللي هي 84 ناقص مساحة الدائرة عندي اللي هي 38.5 من 10 يطلع عن مساحة الجزء المزلل عندي 45.5 سنتيمتر مربع يبقى تاني يا أولاد لما بيجي لي مسألة بالشكل دوا ويديني شكلين جوا بعض ويطلب مساحة الجزء المزلل قولنا بنحلها في 3 خطوات الجزء الاولاني هجيب الخطوة الاولانية هجيب مساحة الشكل المبارئة اللي هو عندنا هنا مستطيل الخطوة التانية هجيب مساحة الدائرة الخطوة التالتة لما يجيب مساحة الجزء المزلل اطرح المساحتين من بعض وتعالوا نروح نشوف مسألة تانية المسألة عندنا هنا يا أولاد بتقول احسب مساحة كلا مما يأتي علما بأن باي تساوي 22 على 7 احنا عرفنا يا أولاد ان مساحة الدائرة بتساوي طه نق تربيع طيب الشكل اللي قدامنا دون هل هو دائرة كاملة بنلاقي ان الشكل اللي قدامنا مش دائرة كاملة مال بنقول ان الشكل اللي قدامنا ده نص دائرة نص دائرة يعني انا بدل ما هقول هنا مساحة الدائرة هقول مساحة نص دائرة يبقى مساحة الشكل اللي قدامنا هنا أولاد اهو مساحة الشكل بدل ما هكتب القانون كله بتاع مساحة الدائرة لأ ده انا هضربه في نص لان اللي قدامي ده نص دائرة يبقى نص في طاق في نقق في نقق نص في طاق في نقق في نقق يعني هيساوي نص في احنا عرفنا النطاق بـ 22 على 7 في هو قال لي يا ولاد انه ألف ميم بـ 3 و 5 من 10 وألف ميم ده اللي هو إيه؟ ألف ميم اللي هو نص الخطر يبقى هقول هنا نقق 3 و 5 من 10 في 3 و 5 من 10 يطلع مساحة الشكل عندنا هنا هنكتبه تاني مع بعض 19 و 25 من 100 19 و 25 من 100 سنتيمتر مربع طيب نشوف واحدة تانية برضو يا ولاد نفس المسألة برضو مطلوب مني ان انا اجيب مساحة الشكل اللي قدامي ده يا ولاد علما بأنه ألف ميم بيساوي 7 سنتيمتر طبعا برضو ألف ميم ده هنا بيمثل عندي نص خطر ألف ميم يمثل نص خطر طب الشكل ده كله عبارة عن ايه يا ولاد؟ عبارة عن ربع دايرة ربع دايرة يبقى أنا هكتب قانون عادي بتاع مساحة الدايرة بس هضربه في ايه؟ هضربه في ربع لأن الشكل اللي قدامي هنا ربع دايرة طيب أقول مساحة الشكل بيساوي ربع في طا في نقق في نقق يعني هيساوي ربع فيه قلنا النطاع عندنا اتنين وعشرين على سبعة وعندي نقق هنا أولاد في المسألة بسبعة يبقى في سبعة في سبعة يطلع الناتج هنا عندنا بيساوي تمانية وتلاتين وخمسة من عشرة سنتيمتر مربع المسألة اللي بعد كده أولاد بنقول طاولة طعام سطحها على شكل دائرة طول قطرها واحد وخمسة من عشرة متر يراد تغطية سطحها بلوح زجاجي مساوي له تماما احسب التكلفة إذا كان سعر المتر المربع من الزجاج ستين جنيها ويقول لي اعتبر النطاع عندنا اللي هي باي اتنين وعشرين على سبعة او تلاتة واربعة عشر من مية يبقى دي طاولة طعام يعني طرابيزة يا أولاد الطرابيزة اللي قدامنا دي مطلوب ان انا هعمل لها زجاج اللوح الزجاجي اللي انا هحطه هيكون مساوي تماما لإيه للطرابيزة اللي قدامي يعني هيغطيها يعني مساحة الزجاج هو هو مساحة الطرابيزة أولاد مساحة الزجاج اللي انا هجيبه هي هيها نفس مساحة الآيه الطرابيزة اللي قدامي يبقى انا عشان اعرف انا هجيب ادي ايه زجاج لازم اعرف مساحة الدايرة اللي قدامي دي ادي ايه هو اداني هنا اولاد ان طول قطرها واحد وخمسة من عشرة متر يبقى انا لازم اول حاجة اجيب نصف القطر اجيب نق لان احنا عارفين ان القانون بتاعنا احنا بنستخدم فيه ايه اولاد نق فبقول ان النق هيساوي هاخد الواحد وخمسة من عشرة اللي هي القطر واقسمه على الاتنين يطلع عندي خمسة وسبعين من مية متر يبقى نق 75 من مية متر هنجيب بقى دلوقتي اولاد مع بعض مساحة الطاولة او بنقول مساحة طاولة الطعام هساوي طه نق تربيع او طه فنق سنق طه عندنا هنا هنستخدمها 3 و 14 من مية فيه نق طلعناها 75 من مية يطلع عندنا هنا اولاد 1 و 76.625.000 ده هنا التمييز بتاعنا هيساوي اولاد متر مربع ده مساحة طاولة الطعام اللي هو هو مساحة الزجاج طب عايز اجيب بقى التكلفة كلها بتاعت الزجاج يا اولاد هقول ان التكلفة تكلفة الزجاج هيساوي هضرب المساحة اللي طلعت عندي اولاد بتاعت الدائرة اللي هي هي مساحة الزجاج فيه سعر المتر المربع عندنا هنا اولاد كام 60 يطلع الناتج عندنا هنا 105 وتسعمائة خمسة وسبعين من الف جنيه يبقى تاني يا اولاد انا هجيب هنا مساحة الطاولة ومساحة الطاولة هيكون هو هو نفس مساحة لوحة الزجاج اللي انا هستخدمه بعد ما بطلع مساحة الزجاج اللي عندي هضرب مساحة الزجاج في سعر المتر المربع الواحد يا اولاد تطلع عندي تكلفة الزجاج كله نروح نشوف مسألة كمان المسألة عندنا هنا بنقول دائرة محيطها 44 سمتي احسب مساحة صلحها واعتبر انه باي بتساوي 22 على 7 المسألة دي يا اولاد من المسألة الجميلة جدا اللي بيديني فيها المحيط ويطلب من المحيط المساحة طبعا احنا عرفنا ان احنا عشان يجيب المساحة لازم يبقى كل شغلنا ادور ازاي اجيب نق ادور ازاي اجيب ايه يا اولاد نق طيب انا مطلوب مني هنا ان انا اطلع نق من المحيط نق من المحيط القانون ده اخد نفسنا خمسة ياريت نفتكره كده مع بعض بنقول ان نق بيساوي المحيط على 2 طه المحيط على 2 طه تعالوا بقى نطلع مع بعض نق يا اولاد اللي هو نصف القطر المحيط عندنا هنا كام 44 على 2 طه يعني اقول على 2 في طه اللي هي كام 22 على 7 يبقى تاني نق بتساوي المحيط على 2 طه اطلع نق عندي هنا بسبعة سنتيم انا طلعت نصف القطر كام يا اولاد سبعة طالما نصف القطر بقى موجود خلاص المسألة بيتسهلة بالنسبالي اقدر اطلع مساحة الدايرة احنا عرفنا ان مساحة الدايرة تساوي طه في نق في نق عندي طه ب22 على سبعة وعندي نق طلعناها بسبعة يبقى 22 على سبعة في سبعة في سبعة تطلع مية اربعة وخمسين سنتيمتر مربع وتبقى دي هنا مساحة الدايرة شوفنا دلوقتي مع بعض يا اولاد المسائل بتاعة مساحة الدايرة ياريت نكون قدرنا نوصلها لكم بمفهوم بسيط ياريت لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا معنا لايك وشير وصب اسكرايب ومستنينكم ان شاء الله متواصلين مع بعض في سكولة مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة